موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين معركة الحديدة تتصدر مواقع الأخبار اليمانية وترسم التوقعات أهالي مدينة عدن في انتظار مفاجأة العاشر من مايو ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي كبار شعراء موريتانيا يكتبون معلقة هجاء في الرئيس موسيقى أهلا بكم معركة تحرير الحديدة من الميليشيا أخذت اهتمام عدد من المواقع الإخبارية وقال خبراء عسكريون لموقع يمن مونتر إن السيطرة على ميناء الحديدة المنفذ الدولي الوحيد الذي يسيطر عليه الحوثيون وأنصار صالح تعني قطع الإمدادات عليهم من خارج اليمن وحصارهم عسكريا في مناطق محدودة داخل البلاد وعن استعدادات الميليشيا لخوض المعركة قال الموقع إن قوات الحوثيين وصالح زرعت ألغاما على الساحل الغربي إضافة إلى الألغام البحرية لإعاقة تقدم الجيش الوطني يضيف الموقع فشل تحالف الحوثيين وصالح في تنظيم مباهرة رافضة لتحرير المدينة يتابع الموقع تبرز أهمية ميناء الحديدة في أنه المنفذ الدولي الأكبر الذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح حيث يستقبل الميناء حوالي 70% من إجمالي واردات البضائع والوقود في اليمن كما يمثل مركزا رئيسيا لدخول المساعدات الواردة من الخارج إلى البلاد في موضوع متصل يقول الموقع بوست في تقرير صفحته الرئيسية إنه بالنظر إلى توقيت نشاط القرصن قبلة السواحل اليمنية فإنه يشير إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية هي من تقف وراءها وتعمل على تمويل تلك العمليات وأن نظام المخلوع كان هو المتحكم بهذه الورقة التي استغلها قبل بضع سنوات يضيف الموقع أنه من المحتمل أن تتنامى العمليات الإجرامية لكنها ستظل محدودة بسبب حرص التحالف العربي على تأمين خطوط الملاحة الدولية والتصدي لأي مخاطر قد تلحق بالسفن ويؤكد الموقع أن استكمال تحرير السواحل اليمنية سيشمل القضاء على نشاط القرصنة أو القراصنة المتنامي وقطع سيلتهم بالانقلابيين في اليمن بإضافة إلى علاقات التعاون بين الصومال والسودان ومصر من جهة والتحالف العربي والشرعية في البلاد من جهة أخرى الأمر الذي سيسهم في تأمين خطوط الملاحة رحلة الدم من مقديش إلى صنعاء تحت هذا العنوان كتب جلال الشرعبي مقاله المنشور في وكالة أرصف للأنباء وقال في جزء من المقال المضحك أنه حتى المأساة الصومالية يستخدمها البعض بطريقة أمراء الحرب وقد شاهدت مقابلة للقيادية الحوثي حسين العزي يعتبر أن أمريكا تجرعت الهزيمة في الصومال حينما قتل وسحل أقل من 20 جنديا من قوة ديلتا على يد قوات محمد فرح عديد في العام 1993 وقد نسي أن الصومال تدفع الثمن إلى الآن وأن الملايين شردت وأن إقامة الدولة أضحى حلما وغاب عنه أي جدية دولية تساند العودة إلى الدولة وليس إلى استمرار الفوضى غاب عن باله أن جيلا جديدا من الصوماليين أن عمره الآن ما يزيد عن 25 عاما لم يعرف الدولة هو الآن مسدس للإيجار بيد أمراء الحرب وجماعات التطرف والقرصنة ومشرد في كل البلدان غاب عن باله أنه عندما كانت عن تريات الجنرال عديد الذي كان يستولي بقوة السلاح على المعونات الدولية ويبيعها في الأسواق لمصلحته كانت تقارير الأمم المتحدة تقول إن أربعة ملايين ونصف صومالي أصبحوا في خانة المجاعة غاب عن باله أن الجنرال محمد فرح عديد الذي كان يواجه قوات دلتا المدربة والتشكيلة الأهم في الجيش الأمريكي ويقوم بسحلهم والتمثيل بهم كان ولده حسين محمد فرح عديد الذي يحمل الجنسية الأمريكية ضمن فيلق البحرية الأمريكية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي هو في الحقيقة لم يغب عن باله كل ما سبق وما سيأتي لكن تذكير من يختارون لغة الرصاص وطريق الحروب الأبدية التي لا مؤشرات لنهايتها يتناسون البشر وكراماتهم وحقوقهم ويكون الإنسان آخر شيء في اهتماماتهم وأعرف أنه عندما تتوه بلدان في الفوضى وما بعد الدولة وقد عايشت ذلك في الصومال تتوه أخلاق الناس وقيمه وتتبدل حتى الكلمة ومعناها ويصبح الإنسان هو السلعة الأرخص في مزاد المتحاربين إلى المحافظة الأقل ظهورا في وسائل الإعلام حيث تمارس فيها ميليشيا الحوثي الكثير من جرائمها ضد المدنيين ووفقا لموقع المشاهد نت فإن جماعة الحوثي تختطف مواطنين وتلاحق آخرين قالت مصادر خاصة في مديرية شبام التابعة لمحافظة المحويت إن جماعة الحوثي قامت باختطاف عدد من المواطنين وأن المواطن نجيب الصرمي وضيف الله علي حسن هادي اختطفوا في نقطة تفتيش خاصة بالجماعة واقتدتهم إلى سجونها الخاصة في المديرية دون أي سبب كما تم ملاحقة المواطنين عبد المالك سود ووالده وسعيد عبد ثابت في منطقة العكمة بمديرية ملحان إلا أن المواطنين لاذوا بالفرار خوفا من بطش جماعة الحوثي وأن هناك العديد من النقاط على مداخل المديريات لممارسة نهب المواطنين وتفتيش أغراضهم الشخصية وتوقيفهم لساعات طويلة موقع الاشتراك نت مستندا إلى تقرير منظمة محلية قال إن تعز هي الأولى من حيث ضحايا ألغام الميليشيات قال المركز الإنساني للحقوق والتنمية إن تعز المحافظة الأولى من حيث ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيات صالح والحوثي منذ بدء الحرب وكشف المركز في مؤتمر صحفي عقد بتعز أن عدد قتل الألغام بلغ 223 شخصا فيما أصيب 214 آخرين مضيفا أن 116 منزلا تضررت نتيجة الألغام أما المعاقون الذين خلفتهم الألغام فقد وصل عددهم إلى 736 حالة إعاقة دائمة بينهم 287 بتر أطراف و 166 أصيبوا بعاهات ورصد التقرير 623 مبنى تم تفجيره عن واقع الوطن المؤلم تحت هذا العنوان كتبت افتخار عبد مقالها المنشور في يمن مونتر قد يتساءل البعض لماذا أغلب حديثنا نصبه على الوطن وحاله وقد يتم تأويل هذا الأمر من قبل البعض إلى ضعف في المقدور المعرفي أو قلة في الفكر والثقافة رغم أن الأمر ليس كذلك تماما فواقع الوطن المؤلم قد طغى علينا على أفكارنا وقلوبنا وكل جوارحنا حديث الوطن هذا الذي أصبح مشاعا بين الناس أجمعين العامة منهم والخاصة حتى العجوز التي تسكن أعلى الجبال والتي لا تدري من الدنيا شيئا أصبحت تتحدث عن الوطن بكل حرقة وألم وإن منهن من تشير بحديثها إلى فئات سياسية بعينها كمسببة لما وصلنا إليه من بؤس ومأساة وفقر ومجاعة أيضا حديث الوطن أصبح طاغيا على المجالس والاجتماعات ليس له وقت معين بل أصبح يؤخذ بكل وقت فهو حديث الصباح والافتتاح ونقاش المقيل والسمر ليس لما فيه من فرح وأمل ولكن لما يكسوه من ألم وعناء وصل تأثيره إلى كل طبقات المجتمع بمن فيهم الطفل الصغير في وطن الجريح ثمت أعداد من الأطفال تجدهم يحملون السلاح وهم ربما دون الثانية عشر يتباهون ويفخرون بأنهم سيدافعون عن الوطن وأهله ومن أي ناحية أيها الصغير القاصر ستدافع عن وطنك هل وعيت ما معنى الوطن؟ أيها الحبيب وهل تعلم من كان سببا في هذا الخراب والدمار؟ أيها الحبيب هم من قتلوه وأمعنوا في البكاء وأحالوا الربيعة كفصل الشتاء كثيرون هم الذين يحبون الوطن ويتحدثون عنه بكل حب وود وكثيرون هم الذين يتصرفون تصرفات خاطئة في سبيل ذلك وصف موقع عدن الغد افتتاح محطة كهربائية وبدأ تشغيلها الشهر القادم بأنها مفاجأة سارة لأهالي عدن بتاريخ عشر مايو قال مدير عام المؤسسة المحلية للكهرباء بعد مجيب الشعبي إذا المفاجأة السارة لأهالي المدينة تتمثل في افتتاح المحطة الإسعافية للكهرباء التي قدمتها دولة قطر قال الشعب في سياق تصريحه إن المحطة الجديدة ستدخل العمل في هذا التاريخ وستنتج 60 ميجاوات وهو الأمر الذي سيساعد على تحصين ظروف الكهرباء في المدينة وإلى عنوين موقع الصحوة نتو الذي جاء في أحد أخباره عن محاولات تطوير الإعلام وزير الإعلام يبحث مع محافظ مارب إجراءات بدء تنفيذ مشروع قناة إقليم سبا قال الموقع إنه تم استعراض التصاميم والدراسات الخاصة بالمشروع في مختلف المجالات من أجل بدء انطلاق بث القناة رسميا من محافظة مارب لتقديم رسالة إعلامية مناسبة تواكب مختلف التطورات على الساحة اليمنية وأكد وزير الإعلام أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاء سابق بناء على توجيهات فخمة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية واهتمامه بالإقليم القادم في الدولة الاتحادية التي ستحقق العدل والمساوات والحكم الرشيد والتنمية المتوازية في كل أرجاء اليمن وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول المنصة لأن بالقيس صوت اليمني مرحبا بكم من جديد اليمن يفلت صادرات النفط من قبضة الحوثيين عنوان اختارته صحيفة العرب الجديد حيث قالت بأن مصادر مطلعة كشفت أن الحكومة اليمنية تدرس حاليا حلولا بديلة لنقل النفط الخام من حقول صافر بمحافظة مارب بعدما أدى وقوع خط أنابيب التصدير في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تأخر الاستئناف الإنتاج فيها وتعتزم شركة صافر النفطية الحكومية خلال أيام طرح مناقصة لنقل النفط الخام على شركات شحن النفط في مسعى منها لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول صافر التي تنتج 40 ألف برميل يوميا مسؤول بوزارة النفط اليمنية قال للعرب الجديد إن الحكومة ستطرح مناقصة على شركات شحن البترول لنقل النفط الخام برا عن طريق ناقلات من حقول صافر إلى ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضر موت كخيار بديل نتيجة تعطل الأنبوب الرئيسي لتصدير النفط وأوضح المسؤول أنه سيتم نقل الشحنات عبر ناقلات النفط على مدار رحلات يومية بين محافظتي مارب وحضر موت ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا صحيفة الخليج الإماراتية عنونت وزارة الداخلية تفتتح مقرها الرئيسي في عدن حيث أعلنت وزارة الداخلية اليمنية قرب افتتاح مركزها الرئيسي في العاصمة المؤقتة للبلاد فيما بحثت قياداتها وضع مطار عدن الدولي والمعوقات التي تواجه نشاطه الملاحي وعقد بمدينة عدن اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب لمناقشة قضايا عدة تتعلق بعمل مطار عدن الدولي والمعوقات التي تواجه نشاطه الملاحي واستعرض الاجتماع الحلول والمعالجات الكفيلة بإزالة تلك المشكلات وتمكن المطار من القيام بمهامه كمطار دولي على أكمل وجه أما صحيفة الاتحاد فقالت إن ميليشيا الحوثي تجبر عددا من المدارس في محافظة حجة على تدريس عدد من الكتب الصادرة عن الجماعة والتي تحمل معتقدات طائفية كخطوة لترويج أفكارها ومحاولة استقطاب الطلاب للانضمام في صفوفها القتالية أفادت مصادر تربوية بأن أطقم عسكرية اقتحمت المدارس وأجبرت إدارتها على النشر ملازم وكتب لزعيمهم حسين بدر الدين الحوثي من أجل تعميمها في صفوف الطلاب وإدراجها ضمن الحصص الدراسية والمنهج التعليمي وأضفت المصادر أن الميليشيا أنزمت إدارة المدارس بإدخال الملازم كمنهج رسمي لتعليم الطلاب حسب الجدول الزمني المرفق معها مهددة بمعاقبة المخالفين والرافضين للتوجيهات لا تكثر الدقة لم أعد هنا تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف واسين الأعرج مقاله الموجه إلى الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور وقال في جزء من المقال حيفة ابتعدت اليوم كثيرا يا صديقي مجرد ذاكرة سأحملها وأبناء جيلي معنا وعندما ننسحب سيواجه أبناؤنا وأحفادنا الحقيقة المرة مدن تكاد تكون مجرد لغة ووطن محتمل تسرق حدوده في كل ثانية كل شيء تغير تنتابني سنوات ثمانية وأربعين بفواجعها من بيروت إلى حمص ماذا بقي اليوم من مخيم حمص؟ بل ماذا بقي من حمص نفسها يا صديقي كل شيء ينهب وما هربناه داخل لحمنا يتم حرقه أمام أعيننا قلت أنا أبحث عن كلمات أخرى غير بقعة الظلام التي كانت ترتسم خارج نوافذ المستشفى والصرخات التي كانت تأتي من بعيد مصحوبة برشقات الرصاص وزخات المطر أتأملك أنت هنا لكني لا أرى الولد الفلسطيني الذي تعودت عليه في الشام أرى وجهك المتعبة أخدود التجاعيد الفجائية لا أفكر كثيرا أقبل يدك كما كل أيدي الشعراء العظام التي حملت نار بيرميثيوس التي سرقها من أحد صواعق زيوس قبل أن يسلمها للبشر وحافظت على شعلتها من الانطفاء رغم العواصف والرياح حتى الشعر يموت بهدوء وسكينة كنت في أقاص وعيك أستسمحك على الرغم من تواضعك وخجلك أقبل عينيك كما نفعل مع كل الذين يستعدون لمغادرتنا ولا نملك حيالهم الشيء الكثير أحمد أيها الطفل الجميل لنخرج الآن من هذه الكآبة عذرا يا أحمد تمنيت فقط أن أقبل يدك التي حملت شعلة الشعر حتى أحرقتها ولم تتأوه لكني لم أستطع لأنك كنت قد خرجت بسرعة وأغلقت كل الأبواب وراءك وأنت بالكاد تهمس لا تكثر الدق لم أعد هنا لك حبيبي هشاشة وصفاء هذا البنفسج البري زهرة أمي في هجعتها الأخيرة على المرتفع الصغير أيها العاشق الدائم أيها الطفل الفلسطيني الذي لم يكبر إلا قليلا تتشابه السلطات الدكتاتورية في توجيه التهم إلى المعارضين حيث قالت دار الأخبار أن تهما غريبا وجهتها سلطة رئيس أوغندا وفي العنوان السلطات الأغندية تتهم أكاديمية أعارضة بالتحرش الإلكتروني بالرئيس حيث أثار إيقاف السلطات الأغندية لأكاديمية بارزة تدعى ستيلان يازي الأستاذ في جامعة ماكيريري ضجة كبيرة في الدول الواقعة شرقي أفريقيا لجراءتها وشجاعتها في انتقاد الرئيس الأغندي موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ عام 1986 في حين لا يجرؤ سوى قلة على انتقاد أسرة الرئيس بتصريحات جريئة أو واضحة هذا وقد وجهت السلطات إلى الأستاذة تهمة التحرش الإلكتروني والاتصال الموسيق من جانبها أنكرت نياز الاتهامات ووصفت موسيفيني بالرجل غير الشريف مؤكدة أنه أساء لشعب أغندا وإلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة ديلي ميل البريطانية القض على شاب أمريكي صفع حمارا على وجهه قالت الصحيفة أنه وفي واقعة غريبة أقدم شاب أمريكي على صفع حمار على وجهه في إحدى مزارع ولاية إلينوي وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل الواقعة أن الشاب لوكاس ديتريتش ثمانية عشر عاما بث فيديو على تويتر وهو يقوم بصفع حمار على وجهه الأمر الذي أثار استياء حقوقيين وطلبوا بمحاكمته فورا ما دفع الشرطة الأمريكية إلى القبض على الشاب ووجهت له تهمة العنف ضد الحيوان ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي كبار شعراء موريتانيا يكتبون معلقة هجاء في رئيسهم قالت التفاصيل يمكنك أن تقول للموريتانيين ما شئت دون أن تثير الناس إلا إذا تعلق الأمر بمسألة واحدة هي الشعر فالشعر في هذا المنكب البرزخي هي المادة التي يستهلكها مواطنون بلد المليون شاعر كما يستهلكون الخبز وهو المجال الإبداعي الذي يلي عند الموريتانيين قداسة الرجل الحكيم تقول الصحيفة لم يعتذر الرئيس عن قوله في مؤتمره الصحفي الأخير بأن الذي أفسد التعليم في موريتانيا هو توجه غالبية الطلاب للشاعر والعلوم الإنسانية بدل التخصصات العلمية وإن كان مستشاره الشاعر الكبير محمد ولد الطالب نافح عنه وأكد اعتزازه بكونه شاعر بلاطه أما الشعراء الغاضبون فقد لاجأوا للشعر فهو سلاحهم الأوحد حيث تعاقبوا على نظم معلقة شعرية مطولة قربت المئتي بيت مخصصة لهجاء الرئيس وقد بدأها أبرز شعراء من موريتانيا محمد ولد إدون بقوله ينظر رئيس بلاد الشعر ساترها عنها وكانت بنور الحرف تأتلق وعلى هذا المنوان نسج شعراء آخرون في الروي نفسه وعلى القافية نفسها مقطوعات تهجر رئيس وتؤكد اعتزاز موريتانيا بشعرها العربي الفصيح الذي لم يشهد قط حطاط ماذا بعد الضربة السورية منع مواجهة أوسع نطاقا تحت هذا العنوان كتب بريان كاتوليس مقاله المنشور في فورين بوليسي وأضاف الكاتب من المؤكد أن لكل فعل ردة فعل ويشكل الشرق الأوسط اليوم برميل بارود خطير وقد اتسع إطار الصراع السوري وتحول إلى دوامة إقليمية وجيوسياسية تمتص إلى داخلها العديد من القوى الخارجية بعد أربع سنوات تقريبا من استخدام نظام الأسد للغاز وقتله مواطنه كانت الكلفة هائلة فقد فقد مئات الآلاف من السوريين أرواحهم وتم الدفع بملايين آخرين للخروج من ديارهم كما كسبت الجماعات الإرهابية بما فيها داعش والمنظمات التابعة للقاعدة ملاذا جديدا في سوريا تتجاهل الحكاية الخيالية القائلة بإمكانية احتواء الأزمة السورية الحقيقية العالمية المتعلقة بالتأثير الذي يحدثه عدم الاستقرار القائم في قلب الشرق الأوسط بمن في ذلك أثر سياسة الخوف التي يصنعها في أوروبا والولايات المتحدة الآن بعد أن اتخذت الولايات المتحدة خطوة عسكرية من المهم أن لا تضيح هذه الخطوة في متاهات التكتيكات والأبعاد السياسية للنقاش ولعل إحدى المناطق الرئيسية التي تستوجب إدامة التركيز الاستراتيجي هي قدرة التنبؤ بأفعال الآخرين من أصحاب الحصص في سوريا الآن وقد أقدمت الولايات المتحدة على القيام بعمل فإن عليها أن تتخذ خطوات جسورة لضمان أن هذه الضربات التي تأتي في وقت يشهد الكثير من التصعيدات العملياتية والعسكرية التكتيكية في العراق واليمن لن تترسخ في شكل استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا والتي تضع قسطا كبيرا من التركيز على العمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة من أجل منع حدوث تصعيد أكبر ويتطلب ذلك استثمارا في استخدام الأدوات الدبلوماسية التي اقترح ترامب تخفيضا في ميزانيتها كما يتطلب استراتيجية متكاملة للتأكد من أن لا تكون أمريكا بصدد صب المزيد من الوقود فقط على نار أفضت لانهيار الدول في جميع أنحاء المنطقة تحت الشمس الحارقة يعمل النيجيريون في حقل زراعي في إحدى مناطق الحكم المحلي التي تبعد 11 كيلو مترا عن مايدوغوري عاصمة ولاية بيرنو هناك تمتد حقول زراعية مدعومة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ليأكل المواطنون هناك مما يزرعون نتابع هذه الصور من صحيفة العرب الجديد اشتركوا في القناة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة